موسيقى الفويضة الصحية لزيت القرع القرع هو عبر عن نبات من النباتات الزاحفة وهو مشهور في جميع الأقطار العربية ويتم استخدام الثمار والأوراق منه ويقصد بالأضيق طين أي لا سيق لها وللقرع فوائد عظيمة ومتميزة ولا يوجد وقت معين لزراعته كما ويتكوثر بالبذور ويمكن الحصول على ثماره بعد نحو خمسين يوما من زراعته كما أنه لا يأخذ مكانا زراعيا واسعا كما أن العديد من الأشخاص يستخدمون بذر القرع للعلاج وقد تم استخراج زيت بذر القرع الذي له العديد من الاستعمالات الطبية ويتميز زيت القرع بدرجة عالية من النقاوة والصفاء وله فائدة صحية عظيمة من فوائد زيت القرع تقليل نسبة الكوريسترول في الدم والذلك لأنه غني بالحوامضة الدهنية غير المشبعة والتي تعتبر وسيلة ممتازة لمنع ترسب الكوريسترول الزائد في الدم وسحبه من أنسجة الجسم المختلفة حيث أن تخفيض نسبة الكوريسترول في الدم يقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرائين والأمراض الناتج عنه زيت بذر القرع يرفع قوة الذكاء ويزيد من الحيوية الذهنية حيث قشف علماء الطب البشري في ألمانيا مادة موجودة في نبات القرع وزيته لها تأثير عظيم في تنشيط الدماغ وتنمية المخ كما أصدر العلماء الألمان قرارا ينفذ في جميع المؤسسات المسؤولة بتدريب الطلاب والمراهقين على الاكثار من تناول مادة القرع في طعامهم اليومي كما يوصون جميع العاملين بميدان النشاط الذهني من مفكرين وعلماء ومدرسين أن يركزوا في العناية على تناول هذه المادة المفيدة في غذائهم هناك أدلة تظهر أن زيت بذور اليقطين مفيد في الحماية من أمراض السرطان وقد أشارت مجلة الأبحاث والدراسات البيو كيميائية عام 1985 إلى أن لزيت القرع واليقطين دور مهم جدا للحماية من مرض سرطان الرئى من الأمور المهمة لبذور حب القرع أو زيت حب القرع قدرته على علاج مشكلة تضخم البرستات الحميد عند الرجال حيث يعانى المريض من أعراض متعددة وهي عدم انتظام التبول أحيانا عدم القدرة على التبول كما أثبتت بعض الدراسات أن تناول مادة زيت القرع تساعد في عودة غدة البرستاتة إلى حجمها ما قبل التضخم حيث يتخلص المريض من كل الأعراض وتعمل على تنظيم عملية التبول زيت القرع ينبعث إلى داخل مسامات الجلد وبهذا فهو يعمل على تأخير ظهور التجاعد على الجلد ويساهم في شفاء وترميم الجلد المتعرض للحرق أو التقرحات الخارجية وذلك لأنه غني بالفيتامينات المختلفة كما يستخدم زيت القرع للتدليك لأنه قادر على التغلغل في خلايا الجلد هناك بعض الاستخدامات الأخرى لزيت القرع مثل تحسين عملية هضم الطعام كما أنه علاج لمرض الكحاء المزمنة ومرطب جيد للأنسجة المخاطية في الفم والأنف ويستخدم للتخلص من الألم الناتج عن مرض البواسير والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر